هل تظن أن النصر يتحقق بالقوة البدنية أو الكثرة العددية أو الأسلحة الحديثة فقط كلا فإنما النصر من عند الله النصير قال تعالى نعم المولى ونعم النصير أي أن الله تعالى هو نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء وهو النصير الميسر للغلبة الموثوق منه بألا يسلم وليه ولا يخذله قال تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أي وحسبكم بالله ناصرا لكم على أعدائكم وأعداء دينكم وعلى من أراد أن يوقعكم في المهالك فمن آمن بأن الله هو النصير لجأ إليه وتوكل عليه قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي على ربكم فتوكلوا دون سائر خلقه ولقضائه فاستسلموا وجاهدوا أعداءه يكفكم بعونه ويمددكم بنصره ومن آمن بأن الله هو النصير طلب منه النصر على الأعداء ولم يطلبه من غيره قال تعالى بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ فَبِاللَّهِ الَّذِي هُوَ نَاصِرُكُمْ وَمَوْلَاكُمْ فَاعْتَصِمُوا وَبِهِ فَاسْتَنْصِرُوا دُونَ غَيْرِهِ ومن أراد أن ينصره الله النصير فليأخذ بأسباب النصر وإعداد القوة قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ولينصر الله بنصر دينه والدعوة إليه والاستقامة على شرعه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال قتاده حق على الله أن يعطي من سأله وينصر من نصره ومن آمن بأن الله هو النصير اعتصم به وبكتابه ودينه قال تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير